انا عال فيسبوك وعالانستجرام اشترك بكثير صفحات أنا كنتم بتكرعشي خدامات مش كابيت حبيته الي دماء اقتاري المهم عال فيسبوك وانستجرام انا اشترك بكثير صفحات الا علاقة بالافلام والمسلسلات يعني بشوف اراء العالم بالمسلسلات الجديدة والافلام الجديدة بتطلع ايش عبي يحكوا انه ان حبووا ما حبووا وهكذا فمن شوي انا كإنسان طبيعي عاد عبتصفح الفيسبوك عب بنزل هيك بشوف واحد حيث تتكومنت كالتالي قال اي حدا بيتفرج على مسلسل بريكينج باد وبيحبه هو انسان متخلف طلعت انا هيك قطل حالي هذا هبد خلاص مافي مشكلة ما حطيته في بالي وكملت صفح قلت اشوف ايش في كمان عبنزة بنزة بنزل طلع بيوش شي بوست قال افضل خمس مسلسلات بالنسبة لي قطل حالي حلو خلينا شوف هذا الانسان ايش بيفضل بالمسلسلات ايش هو ان احسن خمس مسلسلات هو بيحبهم فرؤية المزيد吾 فيسبوك م эффيس بوك نعم فرؤية المزيد غيرا من فرؤية المزيد وانسدم اناصدم طلعت ماذا هذه لازل اذا ما امتيARS حيطل قال افضل المرتبة الاولى اخذ الدي المرتبة الثانية الدي المرتبة الثالثة الدي و via المرتبة طلعت انا교ع готов طلع الموضوع سرض طلع لو هدئا وقت سلسلة مسلسلات هي سلسلة شهرية يا سلسلة سأ طلع اجزانق العالم الذي ستقول 때 انه اللي بتفرج عن مصاصر بريكينج بعده وبحبه بكون انسان سخيف هدول العالم رح اطلق اتزانخ عليهم رح اطلق اهبنهم وبالذات فعندك هاي فئة بتطلع بقالك مثلا قليت هو افضل مصاصر في التاريخ هدول العالم رح اطلق انا اجلدهم يعني و اتزانخ عليهم و اتغلاص عليهم فقط لغير هذا كل هدفي من هذا الموضوع انه نطلق يعني هيك حلقة في الاسبوع تكون غلاصة هيا هيك كام نكتي ممكن يكون حلوات ممكن يكون منحا اليوات حسب انت و نفسي هكذا اذا ما الضحكت فتكون انت نفسي صراحة يعني يعني انه låنسان كوميدي يعني انها هيكه ماعتبر حاليا من هنا كوميدي فاذا تضحكت فهانت بتكون ملاج نفسية اما اذا ما الضحكت تايا اذا ما الضحكت انت بتكون نفسية اذا الضحكت باشت انت بتحبني و انا كوميدي و انا بحبك كمان ف bells a swear طبعا كلمه uhement هي اقتصار كلمه هبد و cringe يعني وفي عنا المسلسلات فهبد وكرنج هبنج هبنج المسلسلات بعد المقدمة الكتير طويلة اتوقع صار وقت انه اهلا وسهلا بكم في افضل قناة عربية من حيث التنموح في محتوى السينما والتلفزيون قبل نبلش لازم نوح على انتا جدا مهمة انه اي حدا رح ينذكر اسمه في هذا الفيديو ورح يتغبش على اسمه ورح يتغبش على صورته يعني بكرا ازان شهرت طبعا هلا اكيد ما حدا رح يتفرج علي الحلقة غير اللي انا بعرفه يعني انا اسمه ماني مشهور قبل انه ما حدا بيعرفني بس يعني بكرا بس انشهر ازا هاي الحلقة كمان انشهرت معي شامي صاحب البوست او صاحب الكومنت اللي رح يتطلع معي اليوم يطلع حيك انه يعني مشاما نشهر الزلمي على الفاتح خلينا نبلش باول بوست تطلع لي اليوم زيت مومت وقت الضال ساعة كاملة عبتصور الحلقة وتجي على المونتاج تكتشف انه الصوت ما كان بتاخد باول بوست بنشوف انه في واحد حتك بوستر بريكينج باد وفوق كاتب تنصحوني ابدأ بمشاهدته ازا لما موشف بريكينج باد وبدو العالم تنصحه يتفرجه ولا ما يتفرجه بنشوف التعليقات اول كومنت بنشوفه طبعا ممكن رابط مسلسل بيكي بلايندرز شكرا يعني بغض النظر عن انه البوست او التعليق مالو علاق بيم البوست الموجود عنه هو شكرا يعني هو بتشكر سلف يعني هو متأكد ومتيقن وخلص يعني هو انه انا بدي لهذا شكرا انك انتضيتني اياه قبل ما تعطيني اياه شكرا شكرا يعني شكرا شكرا ايخ شكرا خلص يعني انه انت تتعطيني اياه يعني انا عبعلق على شيء من علاق في البوست انا شكرا بداية هاي هاي عم ببلش ممكن ان اكون انا معصب شوي معلش بس البداية هاي في عنا واحد بسلا كيتب شهادة حلقتين قلبت معتي ناني شو بس دايق شوي اخي العزيز انا بدي اشرحك نقطة كتير مهمة اذا انت اكل على الغداء مثلا خمس ست صحون ملوخية او مثلا شي هيك عشرين ارص لحم بعديين مثلا ولا عشر بالبول وبعدين جاي عبتتفرج على مسلسل وتقلب معتك مالعلاقة هاي مالعلاقة في هاي يعني اذا انت متأكد بالغداء مالعلاقة هي تقلب معتك عرفت شلوم بس اذا صار هذا الموضوع فانا عندي حل لك صراحة ممكن يعني تستفيد اول شي انك تاخد حب حموضة كتير هذا مهم ثاني شي قبل النوم تتفرج على حلقتين ايليت وبعد ما تفي حلقتين ايليت وان شاء الله امورك بخير باذن الله كل الكومنتات اتطلعت هي الاعلاقة بمسلسل بريكينج باد ومتل ما حكيت انا هلا بس طلع هيك اتغلط فقط لا غير يعني عبد هاضم عرفتو شلوم ما اكتر يعني حرية شخصية طبعا هنا ما اعجب المسلسل اكيد بالنسبة اليه هو مسلسل اسطوري مسلسل فيه وفوائد كتير كتيره يعني مثلا بيفرجينا شلون الانسان بيكون جيد بسبب الظروف شلون بتحول الانسان سيئ فانحنا ممكن نفكر ناخد منه فوائد شلون نتصرف مثلا عكس اللي كان عبي ياربنه مثلا والتر وايت او هيك بس في فائدة كتير مهمة انحنا ما اكتشفنا صراحة من المسلسل وانا حبيت بهاي اللحظة استغل هذا الموقف وقال لكم اشو هي الفائدة الفائدة انه هذا منوم يعني اذا انت مثلا معت حسن تاني بالليل عندك ارأ اتفرجها مثلا على حلقة او حلقتين من بريكينج باد وبتنام ان شاء الله هل تعاني من الارق ولا تستطيع النوم؟ لا تقضق الحل الموجود عندنا شاهد مسلسل بريكينج باد لمدة لا تتجاوز الثلاثين ثانية وسوف اضمن لك نوما عميق استمتع بالنوم العميق ولا تقضق بعد الان بريكينج باد افضل منوم في تاريخ البشرية لانه في عنا هون الشاب كاتب الاسرع طريقة لتنام بسرعة مش هادة هذا المسلسل يعني هو اعطانا فائدة جديدة لمسلسل بريكينج باد انه منوم يعني عرفتو شلو اذا انت مع تنام تفرج على بريكينج باد بتنام فهي فائدة جديدة فهون الشاب يعني اللي يعطيه ألف عفية حبي يفيدنا وانا طبعا بيدوري كمان حبيت افيدكم بهاي المعلومة الجديدة وان شاء الله تكونوا بألف خير وتصبحوا على خير حاجة بريكينج باد خلينا ناخد غير شي في عنا هون بوست مثلا تم تصنيف الانيمي عالميا كفن عالي كلام جميل انا كشخص ما كتير بحب الانيمي رأي شخصي هذا وهون رأيه انه تم تصنيف الانيمي عالميا كفن عالي يجوز هذا الموضوع ما هو غلط بس المشكلة عندي انا بالكومنت اللي بعده في واحد كتب هون الانيمي يتناول الابعاد الاجتماعية والسايكولوجية والسياسية وكم من فيلم سينماي تجده مقتبسا من الانيميات يصطحق ذلك دايو، خلينا نرجعني ممكن انا مع بفين بس دايو الأنمية تناول الأبعاد الاجتماعية والسايكولوجية والسياسية وكم فيلم سينماية تجول مقتبسا من هنميات استحق ذلك اللي بعده اللي بعده نو كوميت اللي بعده فيعنا هون واحد مثلا حيث التقييم يا شباب اللي تفرج عليه وهل فيه مغلطات تاريخية ولا لا كلام جميل بده يشوف المسلسل إذن فيه مغلطات تاريخية ورأيه الشخصين والمبدأ تفرج عليه المسلسل بده يشوف اللي شايف المسلسل يعطيرة أيه في هذا الموضوع ففي واحد تحت حيث تطلق كومنت قال خالتها مرت أبوه صاروخ جوي سلام علي إيه ده إيه ده المجتمع ده إيش دخل مرت أبوه صاروخ نحن يدخلين على جروب محت... يعني مو أساقفة نحن يدخلين على جروب العلاقة بالأفلام المسلسلات ليش همتلي للمرت خالت أبوه صاروخ جوي إيش دخل إيش اللي علاقة إيش باك قصد بعضه واحد كيتب قال محتاج أفلام رعب غير مشهورة ومخيفة لدرجة التب... لدرجة التبول أتوقع لهون حاج كومنتات وحاج بوستات مستفزة وبرجع بعيد أنا عبتوضم عبتبايخ عبتزارف فقط لغير يعني ما في أي مشكلة شخصية بيني وبين أي حد أطلاف الحلقة وبس هاي كل الإصابة أتمنى تكبرو جرأيكم تحت بالكومنتات عن الحلقة عجبتكن ولا ما عجبتكن وهمش يقريني بتشكر فيصل ما كانسي على مساعدته لأنتاج هاي الحلقة فكل شي ميمز كل شي نكت البوستات اللي طلعت الكومنتات اللي طلعت كان فيه مساعدة كتير كبيرة منه وتعاوننا أنا وياه وكان فيه له فضل كتير كبير صراعة لحتى تطلع الحلقة بهذا الشكل بتشكره ورابط قناته اليوتيوب تحت لح ترقوه في الوصف هدا كان كل شي عندي في فيديو اليوم هلا رح يطلع لكم فيديو هون وفيديو هون تخلوا عليهم شوفوه إذا عجبوكم لايك واشتراك إذا لحد الآن مالكم مشتركين هدا كان كل شي عندي في فيديو اليوم من شوكم سبورت جاي سلام